تستمر الضغوط الدولية على النظام في دمشق لفتح ملف المعتقلين وربطه كشرط أساسي بأي حل سياسي في الملف السوري وآفاقه وعليها يحاول النظام تضليل المجتمع الدولي عبر نفيه التورط بجرائم الاعتقال والإخفاء القسري أو عبر الالتفاف على هذه الضغوط بإصدار مراسم وقرارات يسعى بها لمسح أثار الجريمة وكأنها لم تحصل من الأساس أين الجثة؟ كيف حصل القتل وأين؟ لا إجابات على هذه الأسئلة المطروحة من قبل ذوي المعتقلين في سجون النظام عند تسلمهم شهادات وفاة تخبرهم أن أحبتهم قضوا خلف القطبان من دون الإشارة إلى مكان وزمان وفاة الضحية ولا مكان جثته أو قبره تقرير لموقع تلفزيون سوريا يرصد ارتفاع عدد النعوات لأسماء أشخاص قتلوا في المعتقلات وتحت التعذيب معظمهم من محافظات درعا وحمص وريف دماشق وحمى وديرزور وإدلب مصادر حقوقية وقانونية أشارت إلى أن ارتفاع وطيرة النعوات الخاصة بالمعتقلين تزامنت مع أصدار رئيس النظام المرسوم القضي بإحالة القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها في حين أكدت رابطة المحامين السوريين الأحرار أن النظام يتعمد التلاعب بسياغة المرسوم التشريعي المذكور بهدف إضاعة مصير الأحكام السابقة والتنصل من قضية آلاف المعتقلين المدنيين الذين تم أعدامهم بموجب أحكام صدرت بحقهم من المحكمة الميدانية العسكرية في حين ترى الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ألغاء محاكم الميدان العسكرية يأتي ضمن السياسة والإجراءات التي يتبعها النظام لطيق قضية المعتقلين عبر إصدار مراسيم العفو الوهمية وتوفية المختفين قصريا في دوائر السجل المدني وغيرها من الإجراءات التي سيقوم بها مستقبلا